موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دليام الجزائر تعرف وضعية جوية فصلية خاصة على السواحل وشي نسبة رطفة مرتفعة الإنسان يحس هنا بينما للجنوب الكبير خاصة على السحر الوسطى وليت أضرار إنصالة اهتمامون وأضرار هنا الحرارة تقارب ال46 حتى بورج باجي المختار والرعود لهمت بعد المناطق تمنطقة سيلة فيما يخص الحالة التقس لنهار الغدي إن شاء الله في الصباحة إن شاء الله أو من الحال الشباب على معظم المناطق تابلنا بعد انقشاع الضباب على السواحل نشوف الضاهرة الضاهرة المضعية الجوية راح تتميز خاصة برعود هذا الرعود تهم دائما تقس متقلب على كل حيان الرعود أقسى الجنوب واجهة المرتفعات على الهقر والتاسيلي وكذلك الرعود مرتقبة على بعض المناطق تقع الهضب العليا الغربية وإذن الوسطى كولاية البيض وإذن ولاية الجلفة وزوابع رملية على الصحر الوسطى بينما على السواحل عموما السماء الصافية ونجوزوا لدرجة الحرارة لحن ننتظرها إن شاء الله صباحة الغد 21 على عنابة وسكيكدا وجيجل والطارف بجاية العاصمة ومنطس خانم 20 21 بوهران 26 بغرداء 31 بتندوف 26 بطمر 24 بمنطقة جانت وما بين 29 32 درجة وفي منطقة برج باج المختار وأيضا عين صالح نشوفوا الوضعية درجة الحرارة خلال الظاهرة بدون تغيير ما بين 46 درجة على الصحر الوسطى وأقصى الجنوب بينما على السواحل تتراوح ما بين 27 إلى 31 درجة من الشرق إلى الغرب أما الهضب العليا حوالي 35 درجة في باتنا باريكا الجلفة وأيضا البيض والنعامة وعين الصفر 47 بيتندوف و42 درجة في عبادلة وأيضا منطقة بشر جزر الملاحة والصيد البحري البحار إن شاء الله على السواحل الجزائري يكون شباب لأن الرياح ضعيفة عشر بعد الأحيان 15 كم على السواحل الوسطى لاتجاهة الرياح بعد الأحيان الشرقية وبعد الأحيان اتجاهة مختلفة فيما يخص الرؤية إن شاء الله تكون من 4 إلى 8 أميلي البحرية كالعادة نختم دائما دي النشر الجوية بالمعلومات الفلكية لتهم الجزائر العاصمة وضواحية لهذا الثلاثة سبعة جوان 2022 شرق السمش على 35 دقيقة الغروب يكون على 8 و5 دقائق وعنوية الإلكترونية في خدمتكم ربيدوموغس.com أبارمي الشرق ترجمة نانسي قنقر